رقم هو 95 988 843 رقم مفتوح لكل القيادات السياسية التونسية للتعبير على رأيهم التغطية مستمرة على مدى ساعات ستكون لنا مكالمات مباشرة مع غزة ستكون لنا مكالمات مباشرة مع لبنان وقيادات في المقاومة اللبنانية تبقى قلولي طوى حاضر عندي هاتفي هاتف محمود هنية مباشرة من غزة سيد محمود مرحب بك شكرا سيد محمود الصحفي الفلسطيني من قلب أرض الجهاد والرباط أعطينا آخر تطورات الآن وأنت تحدثنا الآن من غزة الطيران العربدة الإسرائيلية هل يحلق هل بدأ رد الفعل الإسرائيلي ما الأجواء الآن مباشرة من غزة سيد محمود مسؤولنا حبيب الآن غزة لا تزال حتى هذه اللحظة هي في معركة مستمرة المقاومة سلسطينية في القطاع حتى هذه اللحظة فجر هذا اليوم هي ما زالت تلك مستوطنات الغلاف وما زالت المقاومة حتى هذه اللحظة مسيطرون على قرابة 22 موقع عسكري في مقتصبات القطاع أي درمق تقريباً 50 كيلو متر وفق ما تحدث به الأعلام العبري عندما يتحدث الأعلام العبري عن قرابة 130 قتيل إسرائيلي هذا الذي أفصح عنه من الأرقام المعلومة هم يتحدثون عن مدينة أشفاح أو عن مدن أشفاح حصاً في المنطقة الجنوبية يتحدثون عن عشرات المفقودين والمخطفين التقبيرات السياسية السوجينية تحدث عن قرابة 100 أسير إلى هذه اللحظة هم طبعاً من بينهم جنود وهم حتى هذه اللحظة في يد كتائب القطاع المقاومة الإسلامية أستاذ محمود اسمح لي أكيد 100 أسير الآن منتشرين وأنت تحدثنا من غزة هذا الرقم الذي يحدث هذا الإعلام العبري في الأماكن الآمنة في غزة المقاومة تقول نعم المقاومة تقول أن ما لديها اليوم من الأسرة وهنا تتحدث عن مقاومة لكن تتحدث بهذه الجملة أن ما لديها من الأسرة الإسرائيليين هم يعني يستطيع أن تحدث بهم جميع الأسرة الفلسطينيين في الشيقين الاحتلال وعددهم في قرابة 500 أسير في درستاني من بينهم طبعاً المجمزات الإسرائيليات وسيدات الإسرائيليات فهناك أيضاً علائل إسرائيلية أيضاً هم من بين الأسرة في أكملها نعم في أكملها نعم هذا كان طبعاً وقد وثقت جزء كبير منهم كاميرات المشطاء أنت لنا زنيلي وربما يعلم المشاهدون أن ربما العشرات من المعشة لنا المواطنين العابيين الذين لا ينتمون لفصال المقاومة ممكنوا من العبور نحوة الغلاف واستطاع عدد منهم أن يأثر جميعاً باحتلال المستوطنين وهذا شهدناه أيضاً عبر ما وثقتهم في دراسة الإعلام لكن فيما يتعلق بقضية المشهد العام اليوم الاحتلال أراد أن يوازن الصورة بين هنالين فذهب إلى نفس المباني المدنية هناك استهداف لعديل الأبراج السكنية المدنية التي يسكنها مواطنون عزل في محاولة التأثير على المقاومة المقاومة ردت قبل قليل على رسالة المتحدث باسم كتائب القلسام أبو عبيدة وقال أن عالة الأبيب أن تقف على رجل واحدة وعليها أن تمتظر انتقام المقاومة الفلسطينية وقال أن المقاومة لديها ما تسر به أبناء شعبها وأمتها من المفاجآت الآن أستطيع أن أقول أن المقاومة تحدث عن قراءة مسبقة لتقديراتها في سلريوهات رد الإسرائيلي وهي تقول أن تناجد احتدال في هذا الرد وفي هذا العدوان هو يفتح جبهات أخرى هذا الذي ربما اليوم تفع بايدون قبل قليل الرئيس الأمريكي وقال وجه تحضير بأي طرف أن يشارك غزة وقام أن يتدخل بشكل مباشر في حال تدخل أي طرف إلى جانب غزة بكل تأكيد زميلي الآن نحن أمام سعاف حبلة بالمفاجآت ونحن أمام مستقبل أنا أستطيع أن أقول أنه غامض إلى حد كبير نعم نعم نحن أمام حدث نفسني تاريخي نعم أكيد أقول لنا الآن أن العدد المأسورين من المستوطنين ومن جنود الاحتلال ما يكفي لإفراغ كل السجون الإسرائيلية في حال تبادل الأسرة من كل المعتقلين لعددهم يفوت الخمسة لاف هذا نعم 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 نعم